صرح لما قال على انتخابات 12 ديسوم قال كلمة أنا شخصين موافقوا فيها وأنا متوافقين فيها تقريبا كلنا في الحركة بأن هذه الفرصة 12 ديسوم فرصة مكاش ثلثة رابعة موراه كانت انتخابات 18 أوقفها الحرك وأسقط العودة الخمسة وفعلنا المدة 102 وكانت مؤسسة العسكرية صابت التوجه وفعلنا ورحنا انتخابات 14 ويلية وسبقها حوار لكن حوار فشل عن طريق رئيس دولة عبدالقاد المصاح لم يمشيش الحوار كما لم يمشيش أصلا ما كانت ربعة جويلة ورحنا إلى حوار إلى انتخابات ناج بمعنى كان عملت فتوى الدستورية نتكلم لك أسادة دوز ديسوم نسأل سؤال كان بعض صرات واحد الحديث وتحاليل وقراءات من الخارج ومن بره وعلى باقي اللي يفتوا علينا من بره رمكثم اللي يفتوا علينا من الداخل لكن قال لك 12 ديسوم ما حش تكون انتخابات أنا في نظاري 12 ديسوم إلا ما كانتش انتخابات ما كاش لي يقدر يلم الطبقة السياسية ويلم المجتمع المدني ويلم جاب في مسألة لأن هذا المرة نجب أن نقر أن المؤسسة العسكرية أدت دور أدت دور تاريخي تقوله وش حبيت الناس يقوله وش حبيت أدت دور تاريخي أولا في تماسك أرى لحد الساعة حارك الحارك التزم بسيلميته والجيش التزم بتأمينه حد الآن ما عندنا ش قطر الدم والحمد لله وإن شاء الله نتمنى ما يصر ش قطر الدم هذه حصيلة كنتكلم على حصيلة في سطرة الصفرة بـ 11 قاتل والجرحة والتغريب حصيلة في العراق 315 قاتل حصيلة في لبنان استعمال السلاح والله يبقى عد البلاء على كل دور الآن هذا حسن ساحة البعاد يقولك تشوفوا غير الجانب هذا الجانب ليس بالهيين الوضع الأمني وغير نحن لما قلنا لجهة المساندة يجب أن نعرف حركة المجتمع السن كيف تشوف عملية دعمه نقدش ما نتنصر 95 ترشح الشيخ محفوظ الله يرحمه 99 حبينا رشح الشيخ المجلس الدستوري بفتوى بقضية بتجاوز نعتبرها تجاوزوا في حق الشيخ ومسوا وكرمتوا من 99 وقصية من الترشح مع اللي أنا وتخزم ومن بعد تخلنا في عملية تحالف نحن حركة النهضة ولا فانان ولا راندي بدعم الرئيز المن في 2004 رحنا في عملية تحالف رئاسي بمعنى كين دعمه دعمنا هذه مراحلها دعمنا بمشروع ببرنامج بوثيقة بوتفليقة ما نفذهاش ما طبقهاش كما ينبغي ما حققش فيها ما تشقي ما الأطراف السياسية لي فيها هذا مسأل أخر لكن احنا عمرنا ما نحطه ما نحطه يعني تأخذون معنىش مساندات لائما تأخذتم المسافة انطلاقا من التجربة سأعود لي موصلت للنقش لكن بعد هذا الفاصل المساندة من أجل المساندة ولا دعم من أجل الدعم عندنا إذا مشينا نتحالفوا إلا دعمنا كتلة سياسية ولا دعمنا مرشعة ولكذا عندنا وثيقة والتزام ولذا احنا توجهنا إلى مرشح التوافق طيب سأعود إليك ترجمة نانسي قنقر